موسيقى صباح الخير لكل المشاهدين على الو تي في هذه الحلقة الجديدة من حوار اليوم وضيف رئيس هيئة تنمية العلاقات اللبنانية الخليجية استيز إلي رزقي أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك بشكرك حمز لإضافتك وصباح الخير صباح النور بعد فيه خير خلينا نسأل ونبدأ بهذا أسفا ده بشي أمل أنه نقول صباح الخير خلينا نبدأ بيه اليوم الأساس هو القرار السعودي هذا القرار يلي أو ما بعد القرار خلين نذهب أبعد شونا أكيد رح نذهب أبعد بس خليني نبلش كيف شفت هذا القرار يعني آسي آسي بس كان على قدر أساوة التعاطي اللبناني أو إذا بدك الاستلشاء بالتعاطي اللبناني مع هيك ملف مهم يعني اليوم نحن بدنا من الدولة سيادة مش هيك نحن عنا حرية سيادة أستليل أين هي السيادة أين هي السيادة عندما تستباح المرافق الشرعية نحن ما عم نحكي هون بقس الجوال على مرافق غير شرعية عم يتم التهريب عنه وبتصير بكل الدول مبارح ضبطين شحنة مخادرات من الإمارات بس دائما هناك من يتحمل مسؤولية ما يحدث هناك من يكون بإجراءات لمنع حدوث أو تكرار ما حدث في المستقبل بينما ما نلاقي من الحكومة اللبنانية أو القوى الفعل اللبنانية تمنيات والشعر وأداب ونمونة جدات بلما ما عم نلاقي إجراءات حازمة وصارمة من كبر سلطة حاكمة هي يجب عليها أن تأتخذ إجراءات تعطي إطمئنان إلى المجتمع الخارجي والعربي والدولي وهذا اللي عم نفقده نحن المصدقيات ما في شك كل الدول اليوم عم تتعرض لتحديات والمنطقة مرأة بأصعب مراحل تحدياتها ولكن مش مهم التحديات إذ قد ما هو مهم أن يكون عندك رجالات دولة هم على قدر تلك التحديات وللأسف ما ينقصنا اليوم هو ما في أن رجالات دولة على قدر تلك التحديات بس أنت تدرك أستاذ إليه أنه مننا أول مرة يعني هذه العملية بتصير بس القرار يعني فاجأ كثر والبعض قرأ فيه أنه هو أتى بتوقيت يعني بيطرح شوية علامات استفهام ونوع من العقاب وتضييق الخناق أكثر وأكثر على الساحة اللبنانية بتشوف هذه النظرية بما كان وما لازم نتفاجأ هذه الحقيقة هي منها نظرية هذا واقع هناك ضغطات دولية وخارجية وعربية على لبنان لاتخاذ خطوات تدعم استقلاله وحريته وسيادته ووحدته الوطنية بوجه تلك التحديات عبر مطالبة ومناشدة مجتمع الدولي للكوى الفاعلة السياسية اللبنانية تشكيل حكومي ضبط أمن الحدود ضبط يعني تقوية القوى الشرعية وعدم السماح لأي دولئات أو لأي عصابات خارجة عن القانون أن تصبح أقوى من الدولة ما حدث أمس في مرفق بيروت والشعرة التي كسمت ظهر البعير هي أنه عملية وجود ختم رسمي وشهادة منشأ طالعة من المصادر الرسمية من مين يعني المصادر الرسمية؟ لبنانية لما يتم التوقيع أنه تم الكشف عليه لما تكون شهادة المنشأ صادرة من وزارة الزراع لشركات وهمية يعني تقول أنه شهادة المنشأ هي موقعة أو طالعة في وزارة الزراع؟ طبعا هلأ في منهم بقولوا لك من غرفة التجارة؟ غرفة التجارة منها شغلتها أن تضقق أن تضقق إذا بالشحنة أو شيء تجيها وراء ومرسلات تبيني وتوقع وراء هي ما تصادق غرفة التجارة منها جاءة رسمية مثل وزارة الزراع هي شغلتها بيبرورك شغلتها بيوروكراسي شغلتها إذا بدك عملية ورقية مكتبية بس منها شغلتها هي غرفة التجارة أن تقوم مكان الدولة أو مكان الأجزة الرسمية أو وزارة الزراعة لتتأكد أنه إذا هذه الشحنة هي مخدرات ولا لا بعدين بتروع على المرفأ وبتطلع أنه مخطوم عليها تم الكشف عليها هي هذه الشعرة التي قسمت دار البعائد وحدت بالمملكة العربية السعودية تتخذ هذا القرار القاسي يعني عم تتهم وزارة الزراعة أنه هي متوطئة أو مزورة لا أنا عم تتهم أنه الحكومة اللبنانية والأجهزة الأمنية بتتقاعص بالقيم بوش بيتها بتأمين سيادة لبنان بما يطفي مصدقية وثقة دولية وعربية وخريجية بكوانا الأمنية ومؤسساتنا الحكومية بالجو السعودي وأنت مطلع على هذه الأجواء السعودية وأنت على تواصل ضائم مع المسؤولين السعوديين بهذا الجو من تلوم السعودية اليوم بموضوع المخدرات برجعب والعلما أنه نحن كنا نشوف دائما سوابق كثيرة وعم بتصير بس اليوم التوقيت كان مفاجئ على من تلقي المملكة العربية السعودية اليوم الحكومة اللبنانية الحكومة اللبنانية يعني رئيس سلطة التنفيذية أنا لا أخرج ببيان من بعد اجتماع مجلس دفاع عالة بوجود حاضرة فقامة رئيس الجمهورية وبأمرتي كل الأجهزة الأمنية لأنه كل الأجهزة الأمنية تأتمر بأمرت رئيس مجلس الوزراء اللي هو رئيس السلطة التنفيذية وأخرج ببيان أتمنى وأناشد القوى الأمنية أنت تخرج ببيان تأمر وتطلب بإجراءات واحد اثنين ثلاثة عربعة خمسة ستة ونحن كنا حزبنا وصلنا رسائل إلى الحكومة وللقوى السياسية أنه انتبهوا يا جميع المملكة العربية السعودية ما نطلب شي منكم إلا أنه تطلعوا تقولوا أنتوا كأجهزة أمنية مولجي بأمن المرافق والحدود ما هي الإجراءات اللي أنتوا بتكون حابين تخدوا تقولوا لنا شوية الإجراءات نحن كمملكة العربية السعودية مستعدين نرسل مفادين من قبلنا مختصين بهذه الأمور للاطلاع والكشف والتعاون مع الأجهزة الرسمية اللبنانية على حسن سير العمل وعندما نتأكد ونطمئن إلى حسن الإجراءات المتحدة ويصار إلى إعادة النظر بالقرار وقال لا ستذهب المملكة إلى منع استيراد جميع الصادرات الصناعية من لبنان إليها وعبرها إلى دول خلجية إليها وعبرها نحن بعدنا باتصالات حسية ومشكور ساعة السفير مع السفير البخاري والقيمين والقائمين العاملين بالسفارة عم يتعاونوا بشكل حسي لأنه ظاهر أنه هناك بعض السعوديين خاصة مع السفير البخاري بيحبوا لبنان أكثر من بعض اللبنانيين لأنه نحن منعرف شو عم يتعرض لضغوط مع السفير البخاري لأنه هذه بالسعودية مؤسسات جمالك ومقدرات قبل ليلة للوقوف إذا بدك على أكرب أن تكون الكرارات أخف وطأ أخف وطأ يعني معالي السفير البخاري منشكره أنه تدخل تدخل مباشر والعاملين في السفارة في لبنان لتخفيف وطأت الكرارات لأنه كان فيه كرارات أقسى بدا تطلع عادر السفير أنه يدخل عم يمون وعم نمون وعم نتعاون معه وبيان الهيات الاقتصادية وبيان قطاعات الانتجية ببيان جمعية الصناعيين ببيان الاتحاد الممال العام هناك العديد من البيانات التي خرجت بحلول واكتراحات وتطمينات عم تخلي أنه شوية تأخر عم تحكي على أنه ما كان كافي اللي صدر لا أبدا أوكي على الاجتماع وأنه البيانات اللي عم تطلع كمان هي زيتها بيانة تمنى وانشاء نحن مش سلطة بس شوفية تعمل يعني اليوم طلب رئيس الجمهورية من كل الأجهزة أنه تتكفي وتبدأ التحقيقات وامتبعها ومبارح اتصل بالوزير المعنى محمد فهمي ليشوف وين صارت وحتى على تواصل يعني دائم ومتابعة أول لهذا الملف اللي حطوا برأس الأولويات طلب أنه الأجهزة الأمنية تتفضل تشوف وين والمحاسبة وطالبوا بالمحاسبة وطالب أنه كلفوا الوزير لحتى ينسق مع السلطات السعودية ويحط لحظة بلحظة بمحصلة ما يحصل طيب شو بعد ممكن استاذيلي أنه ينعمل وعم نقول اليوم سلطة تنفيذية ما هي حكومة تصريف أعمال بالآخر يعني الرئيس حسان دياب مغلق عليه من كل المايلات من يحل في قطر استقبلته بالوقت يطالب بأنه يتخذ جراءات تنفيذية حدا عرف ما صدر عن لقائه الرسمي في قطر من مكررات عم بتشك بأنه لما طلع أنا حسن ما أريد بوسائل الأعلام أنه كانت زيارة تعتبر بأغلبية قاصة لتأمين مستقبله المهني ما بعد مستقبله السياسي هلأ هيدا شوفناها بصحيفة كل أخرى عم نقرأ بلها وسائل الأعلام أنا مني كتير مطلع على زياراتي بس أنا كزيارة رسمية من رئيس حكومي رأى على قطر كان المفترض أن يخرج ببيان رسمي عن رئاسة الحكومة ما صدر عن هذا اللقاء هكذا بإمكان تمويل البطاقة التمويلية اللي هي 500 مليون دولار ممكن قطر أنه تساهم فيها وهذا إذا كان بيسجل له إنجاز إذا تحمنيت وإذا قدرنا هلأ اليوم نأخذ أي دعم طبعا بيعتبر إنجاز بس أنا أشك أنه اليوم يكون في أي دعم دولي أو كاريجي أو عربي قبل القيام بخطوات حسية على الأرض كنت عم تسأليني شو المطلوب أكثر من الأعمال اللي عملة بغام برئيس عم تحكي على السلطة اليوم مطلوب مثل من عمل مبارح باجتماعات المفتوحة اللي عم تعملها الهيات الاقتصادية خرجت الهيات الاقتصادية ببيان أعلن يتعنوا حطت فيه خطوات على الأرض اقتراحات واحد اثنين ثلاثة أربعة يتم تصليح سكانر واعتماد سكانر في قلبه 3D سلاسية الأبعال يتم إذا شيء تعيين شركة عالمية مثل فيريتاس ولا أي شركة عالمية للتطقيق على فعلا أنه الكنتينر يتم ختم الكنتينر بشمل أحمر في المرفأ في بيروت ولا يتم فتح هذا الختم إلا في الموانئ التي يصار إلى شحنها إليه يتم كذا يتم يعني الهيات الاقتصادية عطت اقتراحات هل أنت طبيعة دفع الهيات الاقتصادية أنا طبيعي أعلن أنه شو عملة الهيات الاقتصادية وأكيد أنا موقعي اليوم نحن عم نحكي من باب كطاع الخاص لأنه نحن اليوم شو عم نعمل بالأعلام أنا كمواطن لبناني اسمي إلي رزا أنا بلاقي أنه اليوم ما عندي قضية أهم وأسمى وأقدس من قضية دفاع مصالح اللبنانيين مقيمين ومختربين لأنه اليوم قطع الأرزاء من قطع الأعناق ما بعلنا إلا الكطاع الخاص وهاللبناني المقيم والمغترب اللي هو عم بيأملنا العملة الصعبة وعم بيأملنا على مستوى العيش اللي ما زلنا قدرين نتحمله بظل كل هذه الظروف الاقتصادية بيقول لك شو هالعجيبة باللبنان العجوبة هي لبنانيون انتشار وهذا العملة الصعبة اللي عم نقدر نجيبها كمصدرين للزراعات والصنعات هذا اللي عم بيقدر يأملنا الدولار ما في شي دولار عم بيجي ودائع احنا مشكور فخامة الرئيس ونعرف حرصه على هذه العملية وحرصه على سماعة لبنان اول زيارة كانت للمملكة العربية السعودية وحرصه على كل لبنان عنده افضل علاقات بس هذا لا يكفي اذا لم يكون هناك من الاجهزة الامنية اقتراحات واحد اثنين ثلاثة اربعة بعد الهلا ما سمعنا اقتراحات سمعنا انه محاسبة وخطوات هي محاسبة نحنا عارفين المملكة العربية السعودية ارسل التقرير رسمي الوزارة الخارجية اللبنانية من الا لزد من الواحد للاخير كيف طلعت العملية وشو صار وشو ما بده تحقيق مثل تحقيق النترات الامنيوم مثل تحقيق البور مش بحاجة لتحقيق معروف مين وكيف وليش نحنا بحاجة كيفية ما هي الاجراءات لمنع تكرار حدوث هيك حادثة لما تأثر خاصة مثل ما تفضلنا وقلنا ست جوال لنحط الأمور بنصابة القصة مش قصة رمانة قصة تقلوب مليانة أنا بأكد لي طفح الكائل من المجتمع الخريجي والعربي والأوروبي والدول بعد أكتر بعد في خيناق أكتر من هي ايه بعد في دغوطات أكبر من هي طب شو ممكن نتوهر نحنا علينا اليوم أكتر من أي وقت مضى أن يعني نتحد كلبنانيين وأنه نجتمع مع بعض القوى السياسية كلها تقعد تجتمع وتقول مطلوب من لبنان 1, 2, 3, 4 بيظل تلك الدغوط شو الإجراءات لنحنا كالكوى السياسية وكابلنا نتفع عليها لمواجهة تلك التحديات اليوم المفاوضات الإجرامية الأمريكانيين مفاوض تقارب السعود الإيراني اليوم الدخول الإسرائيلي على خط النفط والغاز تقارب السعود الإيراني بوساطة أو خليني نقول بجهود عراقية صح لا بدغوط أمريكانية طبعا بس أنا عم بحك وين عم بتصير وكيف عم بتصير هذه المحادثات كان في موقف متشدد من السعودية ضد إيران اليوم بإدارة بايدن عم بحطة تغوط أنه لا أنا بدي أحاول إيران بس هل هي هذه المحادثات السعودية الإيرانية اللافتة في توقيتها هي اللي كانت كمان دفعت باتخاذ هكذا قرار سعودي باتجاه لبنان وبالتالي تكون الساحة اللبنانية في مطرح بده يندفع لما بتروحي أنت على مفاوضات تطلع شو عندي كرة على الأرض عندي اليمن عندي العراق عندي سوريا عندي لبنان بيجي بدي بالمفاوضات أنا بي اليمن عندي صراع عسكري بأول صراع العسكري بلبنان عندي ضغط صراع اقتصادي بأول صراع الاقتصادي بالعراق عندي ضغط تفجيري أو متفجرات أو زعزعة أمن بسوريا اليوم بلبنان ما في صراع عسكري الحمد لله حتى الآن الحمد لله حتى الآن ما في إلا ضغط اقتصادي وصراع اقتصادي بلعب ورية الاقتصاد لماذا نحن نريد أن نكون ضحية ونعطيهم عزر ليلعبوا هالضغط يعني بيقول لك إسرائيل بدأت تضرب لبنان إيه إذا أنا ضربت إسرائيل إسرائيل بدأت تضرب لبنان طيب أنا بطلع بقول إسرائيل ستضرب لبنان بطلع بضرب إسرائيل بقول يش شفته ضربة لبنان ما أنت ضربت إسرائيل يا حبيبي إن السعودية مستقى من لبنان ومش طيقة لبنان بدأت تاخد إجراءات قاسية بحق لبنان إيه بقوم بهرب لكونتين المخدرات لعطيها عزر لتاخد هالإجراءات القاسية ما أنا عارف كسياسة مخدرم مش أنا أنا مواطن عادي بس أنا مواطن عادي في همين اللابي سياسة المخدرم مش فهمين إنه اليوم السعودي والخليجي والعربي والأوروبي نطرني عصوص ونقطة وعندها يضغوط الحدود البحرية مع إسرائيل اللاجئين الفلسطينيين التوطين الفلسطيني اللاجئين السوريين ولا دخول الروسي على الشمال ما فيه ملفات خلينا نحكي فيها ونحن من السنتين لليوم ما يتعرض له لبنان وهيدي تم تبليغي إلى من أحد السفراء الخليجين اللي هو يموت بعلاقات صدقة مع حضرتك ومع كل الناس مع حضرتك بلغني هي وقتها شهية فيه شروط على لبنان بتحبوا تقبلوا فيها أهلا وسهلا ما بتحبوا تقبلوا ما قبلنا فيها بلشت المظهر من سنتين لليوم ما بعرف إذا هائلة علاقة بها أيا سفير يعني الله يوجه له الخير ما عاد بلبنان بس ما جالس بالأمانات بس هذه أنا بأكد أنه أنا سمعتها قبل ما نصير هالأحدث اللي هي ترسيم الحدود البحرية اللي هي اليوم عم بيصير عليها منواجة القبول بتوطين الفلسطينيين والقبول أنه فيها اللاجئين السوريين في منهم 450 ألف والفلسطينيين 50 ألف اليوم عم بتأكدنا أن وجهة نظر اللي بتقول أنه رئيس الجمهورية اللي دايما حاطت هذا الهواجس قدامه أنه الصراع فعلا على هالأمور طبعا طبعا بس أنا ما بقتي عزر يا خي هي على هالأمور ببعث له أنا لبناني قيت له باليمن هي على هالأمور ببعث لبناني قيت له بسوريا هي على الأمور بهرب له محضرات بس هل هذا الحصار عم تحكي عن حزب الله هل هذا الحصار اليوم اللي عم بتمارسه كل الدول وبما فيها الدول الخليجية هيدا بيقولولك الأطراف التانين عم بيقوي حزب الله منه متأثر لماذا عم بيقوي حزب الله لأنه نحن ضعاف لحوالي حزب الله مش حوزب الله القوي الكوة المناهدة لحزب الله هي الضعيفة لأنه لجأت إلى المحاصصة والفساد وبقي أقوى من بيك والخلافات الداخلية والزوارب السياسية الداخلية اليوم أين هم رجالات الدولة الحقيين اللي بيجوا بيدعوا اليوم ككوة السياسية كلنا بتاعوا نعمل اجتماع مثل أهم من الطائف كلنا بقلب لبنان لنقول يا حبيبي هذه الضغوطات اللي علينا شو لازم نعمل آه أنا إذا هربت مخدرات بلا ما أكل بهدلي أو أكل عتا با هذيك المرة تتذكر بال2006 أنه قاله سمحت سيد حسن نصران لأنا ما كنت عارف إذا بعدت خطفت عسكري حتفوت إسرائيل تعمل هاك عرفتي شو بقصود يعني أوقات أنت بتطلع بواحد ببتقولي له مرحبا المفروض يزعل منك شوية بتتفاجع أنه ضربك قتلي وعمل يا خيلال لأنه أنا عم بقولك لسه مش قصة ربمانة اللوب مليانة أنا عم بقولك طفح الكالب المجتمع الخارجي والعربي والدولي والأداء كيف زل الكوة السياسية اللي بديني عم تتعطى مع الملفات بس ما فيه ما فيه كل اللبنانيين أو السياسيين هذا حزب الآخر هو حزب أساس بيئة الدولة اللبنانية هو شريك يعني فيه شريك في المجتمع اللبناني في الحياة السياسية ونعترف لدور حزب الله بمقاومة إسرائيل يعني هيدا بيقولك أنه أنا إسلاحي اليوم هو لمقاومة العدو الإسرائيلي ما حتى عم بحكي بإسلاحه أنا إسلاح حزب الله أنا ما بيخوفني ولا بعمره خوفني لأنه كان مواجه ضد العدو الإسرائيلي عم تحكي على تدخل في الدول حتى هيدا وجود حزب الله اليوم بالحكومة وجوده كقوة فاعلة لبنانية جيراننا وحبيبنا وقرايبنا ومنحترمون حزب الله مكون لبناني أنا بديه قبله هذا خي وابن عمي وجاري وعيش أنا وياه بس عليه مسئولية حزب الله كونه صار بالسدة الحكم وبالمسئوليين لم يعود مثل قبل هو خارج منظومة الحكم شو مسئوليته أن يمتنع عن اتخاذ خطوات تؤثر على لبنان كلبنانيين بما أنه أنا شريكه بالوطن مثل ما أنا ممنوع علي اطلع أنا كلبناني برفض قول حزب الله إرهابي أنا كلبناني برفض قول حزب الله إرهابي بشيك؟ يعني عندي مسئولية ده شريكي بالوطن طيب أنت يا حزب الله تقبل تخدي رهيني كولاتر الدامج أمام الصراع الحاصل الآن في المنطقة والأكليم والدول ما في حدما متخانق مع التاني ما في دولة مستقرة بالقليج بلما أنت تكون صمام أمان وقوة تحصين سيحتنا الداخلية بتكون أنت ثغرة لحتى تدخل علينا الدول وتحط لنا عقوبات اقتصادية أكتر بهرّب مخدرات على اليونان بهرّب مبارع عن طريق ليبيا رحنا على بوركان وفاكسور حبتهم الحزب حبتهم البيئة الحاضنة للحزب المسيطر عليها يعني هم الحزب بفتكر يعني يوم ياسد جوال بقولولك أنه أكتر مين يا ست جوال وين أني معامل الكبتاجون مجدين بالمتن وبعوكر لا ابعت أنا قوي من القوة لبنانية أو من الطيال الوطن الحر أو من الكتائب أو مني أنا كمسيحي انزل داعوسو ما هي اللبنان مقصة شغرافيا مناطقيا دينيا شيعيا مسيحيا سنيا درزيا وين أني معامل الكبتاجون عندي بدك ويني؟ ولا بالضاحية؟ من هو الكوة الوائع على الأرض اللي أنا ما بسترجي يفوت على الضاحي إذا ما الكاميرا شفتني من هي الكوة الأمر الوائع بالباع أنا وياكي فين يطلع بعلبك أنا بالانتخابات نيبي ما درت أطلع جبر ريحان بس هني قالوا لك أكتر حدا متعاون بهالمجاب يريد وين متعاون إذا سكان الكل ما يتم تصليحه بيجي كم يوم بيفوت فيه وين متعاون إذا كل الأشخاص اللي عم يتم اتهاما بالمخدرات يتم اللوم على حزب الله وين الأجهزة إذا دايما يتم القاء اللوم على الحزب وأنا من بموقع لا دفاع ولا اتهام بس السؤال الأساسي وين الأجهزة الأمنيين؟ هيدا سؤال من هون الدول عم تلوم الدولة اللبنانية شكرا أنا بدي الأجهزة الأمنيين ليش الأجهزة فإذن ليه ليه برأيك الأجهزة اليوم يعني هي يفترض أنه علما بطول هي عم تشتغل شغلها يعني معلش خليناك واضحين الجيش عمل واشتغل كمان لأنه يكفي ما يكفي ما يتحمل الجيش اللبناني خليني أحكي عن كل الأجهزة اليوم نحن عم نحكي عن جمالك على المرفأ واليوم كنا عرفين على الحدود وعلى معلش كنا عرفين اليوم أنه في معابر معيني بتسيطر عليك هو أمر واقع معيني هيدا ممنوع المس فيها مثل ما أنه ما حدا مننا عرف لا لا ولا بعدين وبتحد ديكي ما حنعرف لدهر الدهرين أمين مين حط نترات الأمنيوم بالمنبر ووقتها لسكانر ليش ما فيه اليوم سكانر لأنه كل ما يتصلح بيتخربط بيفوت كابيون بيفوت فيه هذا ما صرع عنه وقتها مجلس أعلى للجمار كانوا رفضين أنه يصير فيه إلا مناقصة حسب رفضوا وهم ما بدون ومرة صلحوا الله يوجه له الخير سعادة مدير عام حبيب ظاهر الله يوجه له الخير ونوجه له تحية ونحن يخلصوا بدري أصدق نعم بدري ظاهر بدري ظاهر سوري الله يوجه له الخير ما بيستهدل لتحرقه لأنه نحن نؤكد على كان حسن سير سلوكه وعلى مصدقيته ومسكين عم بيدفع ثمن اليوم مين قادر يحاسب كيف فاتت هذه البضاعة على العنبر رقم 12 كيف بدك أنت تلقتي على البور اللي هو خط هريب يقولولك 200 مليون دولار كعاش تبقى للحزب نحن ما خصنا ونعرف يمكن شو فيه بحيفة تأخذ الدولة لكن أنا ما عمله من الحزب أنا كنت عم بحكي عن الأجهزة اللي أنا ما قالي على الحزب الحزب حر إذا اليوم الحزب قادر يحتل لبنان وياخده وطلع بإيده صحتان على أنا عم أقول وين الأجهزة الأمنية أنا ما بحيتي لمت الحزب لا حطيت الحزب أنا عم أقول بدل الأجهزة الأمنية والمملكة العربية السعودية ما جابت سيرة حزب الله ولم تتهم حزب الله تهمت الأجهزة الرسمية اللي عن طريق معابرة الشرعية اللي هو مرفق بيروت اللي هو تحت سيطرة مين مرفق بيروت ست جوال الأجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية تطلع بتختم أنه تم الكشف عليه وبتطلع شهادة المنشأ من وزارة الزراعة اللي هي وزيرة هلأ اليوم الوزير مرتضى يعني ما بعرف إذا قدرت شوين برح تسمع تصريحاته أنه هو ما عمل اللي لازم بعت أرسل كتب لا يشوف قصة هيدا الشركة المصدرة اللي قيل أنه شركة الأرز ما بعرف كمان هالتحقيقات بدا تبين بس أنه هو ما وقع على إخراج هذه البضاعة شوف يعني كمان في شيء ياخي طواطق بين كتير مسؤولين لحل لك شو يعني أنه في اتهامات هيك عشوائية يتعرض اليوم لبنان لنطلع شوائي من التفاصيل تبع العملية ونروح على مقاربتها بشكل مكرو لبنان يتعرض لأقصى أنواع التحديات والضغوطات معهم حق ما معهم حق عشو ما نوافق عشو ما نوافق هذه بحاجة اليوم أكتر من أي وقت مضى لكل هالقوى السياسية اللي هني معروفين ستة القوة والطيار والكتائب يا خي وكل قوى مسيحية مع طيار المستقبل مع المستقبل اللي نسلنا مع الدروز مع الشيعة أخواننا الشيعة كل القوى السياسية إلى لقاء وطني اليوم قبل بكرة قبل مبارح ويحطوا كل خليفاتهم الداخلية على جنم ويقعدوا يحطوا شهية ضغوطات اللي هني أدرة فيها لأنه اليوم ما حدا بيقدر يحمل عملية ترسيم الحدود لحال بدأ بدأ موافقة مع حزب الله تبقى نحن بدنا أن نكون حزب الله والشريك نحن بالوطن وحركة أمل ونقعد بس شو من بد المصلحة اللبنانية فوق الإيرانية والسعودية والأمريكنية والروسية والإسرائيلية والتركية وكل دراب الطبل نحن بدنا نقعد نحكي عن مصلحة لبنان أولا وتانيا وتالتا بس سؤالي لألكس الجوان لما من حتى هذا الشرط مصلحة لبنان أولا وتانيا وتالتا من كل هالكوة اللي أنا سردتها مين برأيك اللي بيبقى رايح وقادر يحط قادر يحط مصلحة لبنان أولا ولا لا لأنه هالحكومية وهالكوة السياسية مؤلفة من نوعين للناس ناس عندها الإدرة أن تعمل حلول بس ما عندها الرغبة وناس عندها الرغبة بدها حلول بس ما عندها الإدرة هذا هو اللي بدان اليوم أنت اليوم لأنك يعني تعلم جو الاتحاد الغرف وتعرف كيف بيشتغلوا غرف التجارة والاقتصاد والزراعة اليوم عمين حكى أنه لا خصن هذه الغرف خلينا نوضح بس للرأي العام أنه شهادة المنشأ هل بتطلع من غرفة التجارة صدق عليها وزارة لأنه عمين حكى أنه لا هي اللي بتعطيها بتصادق على الورقة بس بتصادق على توقيع الوزارة الغرفة بس عملها روتيني بيروكراطي بيشرف عليها موظف بتمضى الورقة وبتطلع ما بتعمل أكتر من هيك في التجارة لا 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 كله هايدي بتيجي من الوزارة المختصة زراعة أو صناعة برح في تغريدة لصديق أك محمد شقير بيقول شفتها تغريدته عم بيشار ولا وزير مش مظبوط هذا الحكي اللي عم بيقول الوزير المرتضة أنه بيحمل غرفة التجارة مثل ما طلع دولة الرئيس حسان ديان بيشكره عم بيتمنى علي أنا كصناعي أو كل صناعي نحنا ننتبه ما نكون عم نهرب حشيشي طلعت أنا اللي هنهرب حشيشي بكرة بالأبل شيبس الحريب هي إن لا يقوله لو كان تحت ضغط حفاظا عسمته أو ما تبقى من سمته مصدقيته إذا هو حابي بيرجع يعمل استجامعي بكتر يحترم بقى موقعه يحترم موقع رئيسة عم بتحمله كتير يا ست يا خي ما يتحمله كتير يا عمي يا ست جوان يا أنا بديكون أدها المسؤوليين يعني ما استهال طالب طوب الاستقال يا عم بيحكي أنا كل القوى يلي هنه كانوا بيطلع يقول هيك بيان رسألنا على أيام كان عنا عز وكرامي لما فؤاد شاب أيام جمال عبد الناصر رفض لما قاله جمال عبد الناصر طلع لعندي على سوريا قال له لا تجي عب عبدها راح قبل وعلى الحدود ودل فؤاد شاب على الميل اللبناني ودل عبد الناصر على الميل السوري وين هاي الكرامي والعز والأنفوان وين كرامة الرجالات الوطن اللي كان يقولوا لا حفاظا على مصلحة الموقع لك يا خي بار هذا البيان اللي قالوا تمسخرنا تمسخروا علينا السعوديين يعني أكتر صدنا مسخرة قدام العالم رئيس حكومي يا ست جوال أنا لما بكون وزير أو رئيس شركة أو عندي موظف وناشد الموظف ولا أطلب يا أخي بالقانون واستشارت أنا يعني مش ما أكون أنا بطلع وبعرف بكل شي رئيس الحكومي يأمر كل الأجهزة الأمنية تأتمر برئيس الحكومي مش يناشد ويتمنى على الأجهزة الأمنية اللي مجتمعين معه لحتى خلت السعوديين وغير السعوديين طويل رئيس حكومي التصريف أعمال وما بده يقول هذه المسؤولية كمان على هذا كمان بوجود فغامة رئيس الجمهورية يلازم يقول طلبنا شوفي الفرق كلمة مش نتمنى ونناشد طلبنا طلبنا من الأجهزة الأمنية أولا شو هي الخطوات يا أجهزة أمنية لإعليم الاجتماع بيقولوا نحن لازم لنضبط بدنا 1-2-3-4 طلبنا شوني بكذا 1-2-3-4 لأن الأجهزة الأمنية تبلش الوزير فهمي مع الرؤية لا لا لازم يقولوا بالبيان 1-2-3-4 ويطلب من الجهات المسؤولية ونحن وصلنانهم رسالة شو المطلوب ست جوال قبل بليلة طلعنا قلنانهم وبعتنانهم ووصلت لن رسالة شو المطلوب من الاجتماع المجلس العالي أنه تطلعوا تقولوا نحن نعمل 1, 2, 3, 4, 5, 6 ونفضلوا وندعي المملكة العربية السعودية أن ترسل المفيدين أهلا وسهلا فيها يتعاونوا مع الأجهزة الأمنية المختصة ويشرفوا على حسن سير وتنفيذ هذه الإجراءات ليصار إلى إعادة النظر بالكرام هلأ تمنا نفوت هيك بشوية أمور ونكون دقيقين هلأ أنا عم شوف البيان الطلب إلى القوى العسكرية خلاصة اجتماع بعبدال الطلب إلى القوى العسكرية والأمنية والجمارك التشدد وعدم الطلب إلى المصدرين الطلب إلى وزير مال هناك طلب لحظة لحظة طلب إلى مين إلى القوى العسكرية والأمنية والجمارك والإدارات المعنية التشدد وعدم التهاون إطلاقا في الإجراءات الأليا لمنع التهريب ما هي الإجراءات هلأ هنا هاي هي الأجراءات هاي هي الأجراءات طلبنا منهم أن يأخذوا هالإجراءات لمنع الحلوث بعدين نفس الذي طلبه من الأجهزة الأمنية الطلب مننا نحن الطلب إلى المصدرين اللوغنانيين التزام بقواعد التجارة الخارجية المبنية في كثير تفاصيل طلب إلى وزير المال مفندين وتكليف وزير الداخلية هم يطلب مني أنا مثل ما يطلب من الأجهزة الأمنية ما أنت اللي بيقرأ البيان أنا بالمفردات العربية أنا عم حط نفس الترمينولوجي للمصدر هي زيتها للكواء الأمنية لا هون جينا اتخذنا بهذه المقررات ونحن ساعتها بنطلب من الشركات التأكد بس مش أنا والأجهزة الأمنية وكلنا يطلب مننا نفس الشيء إنزال وفقا للقوانين أشد العقوبات بالفاعلين والمخططين والمنفذين يعني هناك تصميم بأنو الطلب للمدعي العام شو تأخذت إجراءات لمنع حدوث ما حدث أنت شوف أمتي من البيان خطوات على الأرض تشدد الإجراءات حدا يقلنا شو هي الإجراءات ما في إجراءات في الثاني خليني شوفوا توني قبل ما أحكى عن الإجراءات شو قال فغامت الرئيس عن سكانر طلب من أيلول في 20 سكانر ليش مخربتين طلب من وزير المير ما نفس البيان بنترات الأمنيوم إذا بتتذكري فخامة الرئيس طلع على الشعب اللبناني وقال له أنا من أيلول إجاني هذا الخطاب وحلته إلى الأجهزة المختصة طبعا نترات الأمنيوم وانفجرت نترات الأمنيوم وكان فخامة الرئيس ووصل له الخطاب بأيلول وحسب ما قال بلسانه وأرسله إلى جهة المختصة مش أيلول أنا بأيلول بتموز بتموز قبل بشهر والرئيس الجمهورية عمل كل ما يأتي ضمن صلاحياته لعنده سلطة إجرائية لعنده سلطة تنفيذية وانفجرت بس أنت بتعرف أنه مية النواية أنا رئيس جمهورية أقوى رئيس جمهورية أنا أضمن لك وأبصم لك أنا بكل تاريخ رؤسة الجمهورية لشعادتهم لم أرى بحياتي أقوى شعبيا مسيحيا من فقامة الرئيس مش أيلول بس عندك صلاحيات يا استاذ إلي في صلاحيات لرئيس الجمهورية ما بقى بالعمل رئيس جمهورية أنا إذا مني يقول لحيا روح على المركز وعب المركز وكون رئيس أوي إذا كنت أنا أقوى بالرابية من ما كنت أوي يمكن أوقات تكوني أنت كينج ميكر أو صانعة رئيسة أقوى ما تكوني رئيس بس لو ما هلا هو بفتكر بسدات الرئاسة بيقولولك كمان الملفات ما كانت عم تنفتح ونحن عم نشوف شو عم بصير بالتطقيق الجنائي رئيس الجمهورية عنده نية الإصلاح وعنده نية التغيير وواضح أنه عازم على المضي في ملف التطقيق وشفنا الكل ضد الكل ضد ما في شك إلا هو ما شبه الملف وشفنا شو عم بصير معنا قضي غدا بس تعرفي ليش الرأي العام لم يقتنع بتلك الإجراءات أو جزء من الرأي العام مش يا من عمم لأنه للأسف يا سيد جوان لبنان أكتر بلد فيه قوانين وتشريعات بس هو المشكلة بها القوانين وتشريعات الاستنسبية والانتقائية بتطبيقها أحيانا وعدم تطبيقها أحيانا أخرى أنا مع فخامة الرئيس الجمهورية يفتح الملف والتديق الجنائي بس مش على هالمال وبترك هالمال أي مال تاني يتعلق بالقوى التانية ما حدا بيقرب صوبة أصغر واحد من عندهم بيركع أكبر راس بالدولة ما حدا بيقول له وينك بس بيجي بستقوي على الجئة التانية وبطبق قوانين ما هو التفق على كل الوزارات وكل الصناعية أنا مع كلنا بنعرف أنه في محميات ما حدا بيفتح لها ملفاتها مين يعني وين المحميات يعني خياتي بتعرف اليوم أنه فرجيني ملف مفتع بحق حدا بخالف من حزب الله وحركة أمان خلينا نقول الأمور مثل ما هي عم نستقوي على المسيحية وعم يشال مكتف وعحن وعريات سلامة وعلى جميع الطيار المستقبل حدا فتح شيء مخالي إذا أنا كنتمني مع الطيار أو شيء أو أنا مع حزب الله وحركة أمان نفتح شيء ملف منه ولا بحلى سراء إلا طلعت حقا مش هل مكتفه أنا مع أنه نعرف أرحل مصريين أو اللي عندهم أي شيء ضد الحزب أو ضد حيالة طرف يتفضلوا إلى القضاء وإذا ساعة القضاء مياه يعني هيدا بتصير مشكلة القضاء إذا أنت من قامني أنه القضاء عم بيقوم بوجباته مية بالمية على كل المواطن اللبناني عم بيتساوى بالحقوق والموجبات إذا أنت من قامني شيء أنا وصلني حقي لأنني أنا مأني مؤمن أنا مؤمن أنه مشكلتنا الكبرى والطامي الكبرى منذ تأسيس لبنان حتى اليوم مش على عهد فخيمة الرئيس على يعينه ويساعده أنه الانتقائي والاستسابي بتطبيق القوانين وعدم تطبيقه أحيانا خلى حتى أنه القضاء بطل حدا يسأ فيه رغم أحقية ما تقوم به القاضي غادعون بس هي هالقضاء فقد مصدقيته لأنه كلنا منحس الملفات رح نحك فيه بس خليني بس لا تظل شوي بالجو السعودي تتوقع بهالقضية كيف تختم أو شو يصير فيها هالرايحين إلى تشدد ولا لا ممكن أنه ينفتح الباب لشوية مشاورات محادثات مفاوضات مع المملكة العربية السعودية رح على تشدد للأسف حسب ما عم تتصرف لها الحكومة حسب ما هي قادرة تتصرف الحكومة أو حسب الهوامش المتاحة بظل هذا الانقصام الحاد العمودي بين القوى السياسية والمنعكسة على الشعب اللبناني من عم بقدر شوف موقف موحد لبناني وفق عليك اللبنان يحصن ساحتنا ويحمينا من أنه نكون ورقة سهلة بالمفاوضات من كبة على الطاولة ونحن ندفع تمانا بالأخير تبقى المملكة فاتحة تحقيقات كمان هناك في جد صح؟ ولقتهم وعرفت مين ولقتهم كم في موقفين من حكا بأربع سعودية وأحد بصحف اليوم وسوريا صحيح هيدلا؟ هيا لا هلا اللي عم يوصلنا هي هيك أنه السعودية عرفت فرم اي توزي كيف طلعت هيدا العملية ما يعني واضحة وصريحة حتى عرفت مين المسؤول هون بلبنان يعني؟ نعم مين؟ بلغت على وزارة الخارجية ما شغلتنا نحن نطلع على تفاصيل بلغت وزارة خارجية بتقريب مفاصلة؟ بلغت فارجية مفروض يكون عندها علم بالتحقيق الكامل لأجرته المملكة العربية السعودية من وكيف وليش؟ بس هل نحن نجرؤ على البوح والقول من وكيف وليش؟ وقال لك أننا عرفنا شو صار بين نترات الأمنيوم يا سيد جوال يعني بفهم أنك استاذ إلي إذا نترات أمنيوم دمرت عاصمة بيروت وعملت انفجار نووي قارب انفجار هيروشيما ولهلأ لهلأ سيد جوال حدا قدر يقول لي كيف اجت البضاعة وميني الباخرة وهل حدث تدعي من أصحاب الباخرة أو الشركات أو مين فوتها إلى لبنان ولا دفعنا التمن للمعتر العيد النديف اللي هلأ حمد الله على سلامته حمد الله على سلامته بس إنه هذا بيتبهدل شو مخصه؟ أو سعادة المدير بدري ظاهر أو المعترين يعني تطلع برأس المعترين؟ إنه هلأ بدري ظاهر ومفوت نترات الأمنيوم؟ كلنا بنعرفه لا يعني طيب رح كافة معك بس خليني أنت أنا وياك إلى وزيرة المهجرين غدا الشريم اللي أصبحت معنا وصباح الخير صباح النوم أنا مشوار صباح النوم اللي إلي كل داي فيك فيه يا أهلا وسهلا فيك أول شي بد منك هيك تعليق سريع عم بيقول أستاذ إلي أنه البيانة اللي طلع وخاصة السلطة التنفيذية ما أنه كافة ويبدو أنه السعودية ما في رضا على ما طلع يعني وما قاله كمان الرئيسة دياب بقصة موضوع الرمان الملغوم بدت عليك ما بعرف الحقيقة يعني البيانة اللي طلع طلب من كافة الأجهزة ومن كافة المعانيين التحرك في أكثر سرعة وإنسان الأشد العقوبات والسؤولين هيدا على سعيد البيانة وهي نحن كحكومة يعني للأسف يمكن نحن الحكومة الوحيدة اللي أخذت هيدا القرار بشهر تموز وطلعت المرسوم أن نمشي سكنر على كافة المعابر الحدودية هيدا كان بشهر تموز وصار من بعدها امتجار أبا وصار كان مفروض المرسوم بأهدات وزارة المالية والجماريك لأجراء المناصات وليش ما مشي ليه هون السؤال سكنر وين يا معاليكي مين بيتحمل اليوم للمسؤولين نحنا بلبنان يعني هيدا للأسف لنأكل الكفل حتى نوعه نحنا اخذين القرار من شهر تموز ومفروض بأهدات وزارة المال ودات المناصات ووزير المال بيقول عالقاني عند المناصات ونقاصات عندها مشي التنظر ثاني يعني بين حين ومينا حتى أكلنا الكفل وعينا مثل ما عملنا مثل ما بالفرنسي كودت كمان ناخده ونعطيه 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 بعدنا بأربنا أكيدوا بتصور الأمور جدية ملنا ملنا مسحة بش أنا بتأسف انه سكنر يكون بعض ولا هلأ لا لا نحنا معاليكي مرحبا لو يعطيكم ألف عافية معاليكي نحنا ما عم نحكي عن شو الإجراءات الأنونية أو الجزائية بحق المرتكبين المملكة طالب شو الإجراءات التي ستتخذها الحكومة مع القوى الأمنية المولاجية بهذه العملية على المرافق الشرعية لمنح حدوث هذه العملية عن جديد يعني من السكنر ختم الكنتينر بالشمال الأحمر أو تعميد شركات أجنبية مثل فيريتاس دعوة نزراءنا السعوديين للمجيء إلى لبنان للاطلاع على شو هي الإجراءات لمفروض تعملها الأجهزة الأمنية المختصة معاليكي بس لوضح الموضوع هذه بدأت تاخد يعني مش هلأ فينا نقوم شوية الأجراءات ما بنا نعرف ولوما هذه كان مفروض مطبع الإجراءات معاليكي ما عليك الإجراءات مفروض كانت تكون مطبعة ومفروض تكون واضحة يعني هذا كتاب منول دي خبرك شغلي هلأ أنا بلاشت معك من الأول من السكنر بالأخير السكنر بدون مناقصة مثل ما أنتم تعرفوا لو معمولي من شهر تموز كنا نحنا موصمنا بس هلأ بشريقة ما عليك لحظة أنا بعرف عنديك الجرأة بقول الأمور مثل ما هي من اليوم يعرق المناقصة للسكنر واضحة وزير الميلي كان واضح هو المسؤول عنها لأن هي متعلقة بالجمارك وقال إنه على الآن يباينه وباين المناقصة هلأ أين القصة؟ هلأ أين القطبي المخفية؟ هيتكون تراشعوا فيها وزير الميلي بس لا شك إنه المسؤولية الأساسية بتروح لعند وزارة الميلي لأنها هي الوزارة الوصية هيدا الموضوع نحنا لو كنا عمينه كنا تحشيني بس هلأ بدي أجرى كبس كانت بأربع عشر ساعة مش معقول وهي أصلا بدأ مناقصة بكل الأحوال هلأ شو الإجراءات الأكتر من هيك وسريعا بدأت تأخذ؟ بدأت تأخذ إجراءات لأنه فعلا كبت كبير علينا كلنا شو بدأت لعماهم بالتحقيقات مع وزارة الداخلية ومع الأجلزة المعنية وعلى أساسه بينحكا؟ بس للشك ما فيها تكون إجراءات فترة بدأت تكون إجراءات جزرية بدون الممكن لأنه تداعيات آسية علينا من أكتر من مجال اقتصاديا حياتيا سمعتنا عم نبهدل حالنا كل يوم بعد يوم قديش فينا نبهدل حالنا عم نبهدل حالنا للأسف هذه الحقيقة يعني قديش نطلب منا إصلاحات من 2018 لهلا لا نعمل فترة بعد ما عملنا إصلاحات كل ما نجي نعمل إصلاحات ننفركشها يا معالي الوزيرة يا معالي الوزيرة لا تبخزني دعني أكمل عمي فريط المالية فركشوا لي عمي فورنسي كودت وقف عمي الأراضي كابيتل كونترول ما علي أنا أقول على الكابيتل كونترول اللي قلت توقف فيه مجموعة أطراف بالدولة ما بيجد أتعمل السحر يا معالي الوزيرة يا معالي الوزيرة اللي بفاجئنا كمواطنين لبنانيين أنه بيروح المواطن اللبناني اللي يشكيلوا بيقوم المسؤول بيبكيهم نحن اليوم يا معالي الوزيرة أنا المواطن أتمنى أنا كرئيس حكومة أأمر وأطالب وأخذ أجراءات ماء وناشد والمملكة لم تعد تريد منها لغة خشبية العلاقات اللبنانية السعودية والأخوة والمحبة ووديع الصافي وجبانها هناك ثورة حقيقية في المملكة العربية السعودية قودها سموه ولي العهد محمد بن سلمان يتكلم لغة تختلف عن اللغة الخشبية الأديمة التي تعتمد على العلاقات الأخوية والمحبة محمد بن سلمان عبيلنا يا جماعة شو ستعملوا لتوقف المخاطرات اللي لا أعطيك الكلام تفضلي معاليك سمعتك يلا بس مجيب نظري نحنا أنا مغاشين للأول ما أنا بدي تكوني وزيرة مسؤولة في خطوات تنفيذية سلطة تنفيذية أه ما عرف هاري بس تعد المسؤول بشكيلي خليني اسمع تفضلي بدك توق علي شوي وتوق علي تكلم عينيك الله يا تكلم عافية أنا ما عم بشكي يا خي خليني أحكي أنا ما عم بشكي عم بقلك الحكومة شو طلعت بقرارات بس الحكومة بالأخير بتاخد القرارات وفي وزارات معنية مفتوضة تطبي هالقرارات ما في شي بالدولة في شيء إليات ممعتمدة مجلس الوزراء أخذ قرار صبق على موضوع السكانر بيعش به 21 تموز تحديدا وحيل هالموضوع متوطة ما بالأصول بتقول على وزارة الميلي ووزارة الميلي اللي هلأ ما عملتها عم بتقول إنه في عندها مشاكل مع المناقصات نحنا عم نقول إنه هيدا المماطلة دايما سواء من وزارة الميلي أو المناقصات أو من أي جهة ما عم بحمر جهة غير جهة هيدا المماطلة عم فوتنا بالحيطان نحنا عملنا أخذنا الخطة الميلي ما مشيت بمجلس النواب عملنا الفرنسي قودت بعدنا له هلا بين حتي مصر في لبنان ووزارة الميلي والشركة كمان مش ماشي يعني كحكومة بالمعنى حكومة عاملة اللي عليها بحكومة ما قادي عم بتتفرج هلا بخصوص المناشدة أنا لحد ما بعرف ما شفت مناشدة أنا شفت بالبيان طلب يعني ما شفت مناشدة وبكل الأحوال أنا عم بقول لك القرارات ما فيها تكون فترة لأنه تداعيات الاقتصادية والاجتماعية علينا ضخمة هي عم بك هم ما شفت مناشدة طلب بالبيان استاذ ألي عم تحكي هي على البيان طلب طلب مش مناشدة ما قال مناشد مناشد الكوى الأمنية نطلب من الكوى بكل الأحوال أنا مأكدة أنه مش قصة مناشدة قصة طلب من موعة المسؤولية كرئيسة حكومة مش أكتب دعني نفوت على الاتصالات اللي عم بتصير اليوم كل في وزير الداخلية وأنت بعرف عندك شوية أجواء هل بارح شفنا أنه تواصل مع وزير الخارجية السعودي اليوم في زيارة عم بحضرها الوزير فهمة إلى السعودية ولا لأ بعد ما في شي محصوم بهالإطار وين صارت هيدا التواصل بين وزير الداخلية والمعنيين السعوديين معاليك أنا معلوماتي أنه زيارة كايد الدرس بعد ما في منها محصومة والاتصالات متواصلة دايما ورئيس وزير الداخلية أخذ العلاعات وبعتقد يعني عم بشتغل ليلة النهارة بالموضوع بس عطول شوية تنفس يعني بس مش أكتر من الآن بس لا شك إنه ماشية مجدية إلى أقصى درجة هلأ عم يسأل البعض أنه ليش تواصل مع وزير الخارجي مش مع نظيره ووزير الداخلية السعودي يعني الحقيقة أهلا ما بعرف أنا الحيثيات بالسعودية كيف وانت توبية كيف تصير يعني هذه بدا ترشع باعتقة أساس بروتوكولية وأساس بين وزارة الداخلية وبين السعودية صورت تفاصيل هل طلب موعد بيجوك بمعلوماتك من السعودية وبعد ما في رد؟ يعني ما بعرف ما يصارت الاتصالات بس ماشي على قدم وصف وزيارة قيد الدرس قيد الدرس ومن محسومة بعد تتوقعين الوصول إلى ما بعرف إلى نتيج ما ويقال يقال تمنت تهم لأن احنا منا بموقع لا تهم ولا تبريئة يعني مثل ما عم ينحكى أنه من يعطي شهادة المنشأ هي مسؤولة عنه الوزارة الزراعة يعني الوزير عباس مرتضى ماذا تعلم؟ كان عنده موقف الوزير مرتضى واضح بالأخير وصل للنتيجة وانا معه فيها أنه يجب القضاء يأخذ مجال وهون يتحدد مظبوطة صلاحيات لأنه كان هناك اعتراض من غرفة التجارة والصناعة انتما شفته مع الوزير السابق الشقير وكان هناك اعتراض من ناحية تانية يعني هو يقول عنده رأي أنا مبدحة حالي محل القضاء وما بعرف مظبوطة حاسية وزارة الزراعة كيف تصير والعلاقة بين وزارة الزراعة وغرفة التجارة والصناعة بتصور أنه كمان هذا مؤامر سيندرج ضمن الإجراءات يجب أن الأمور تتوضح مئة بالمئة وليست بهذه الصعوبة برأييك يعني لأنه فيه نصوص فيه مواد قانونية مفروض تعتمد وما يكون عندنا الجرأة نقول الأمور مثل ما هي ليه مغلط بالموضوع ومفروض يتجزق مرة لكل المرات اليوم السعودية لسا ما حل ما بنعرف ممكن في دولة تانية بعدين ممكن تتقل على الخط نحن عم نقوز حالنا يعني حالنا بحالنا عم نجني على حالنا بحالنا معالك يعني صارت الأمور وسط الأمور لمحال ما بقى ينحمل ولا بأي شكل من الأشكال مش لأردي زيد وعمر بحط حالي بهالموقع المتردي على كل الأصعادات يجي للدول الأدين والبعين البعض عم يتهم يعني أو عم بيقول أنه لو ما فيه قوى أمر واقع ما كان عم بيصير هالأمور ما كان عم يتسكر أكتر وأكتر ولو فينا نقدر نضبط الحدود والمرافق بسبب هذه قوى أمر الواقع والمقصود فيها حزب الله مثل ما قبل شوي ضيفة مثل ما عم بيقول كثار من المسؤولين أو بعض الأطراف تنكون دقيقين تعتبر أنه الحزب يتحمل هذه المسؤولية تحمل حزب الله إذا بيانت إذا بيانت التحقيقات أنه مين مكان الحزب أو غير الحزب له مسؤولية بالموضوع بده يتحملها أنا هيك فوق ما فيه مسيارة بالموضوع أوكي لأنه موضوع ينطلع الله يحبك معي للوزيرة خليني أنت لعوياك إلى موضوع التدقيق الجنائي أوكي لا بس بس بصيفك ما عجبتني إذا ما عجبتني لأنه لا فعلا كلامك رائع ونوياكي سليمي بس أنا وياكي عارفين أنه كل شي بتعلى بحزب الله من نترات الأمنيوم لليوم ممنوع البحث فيه لبنان أكبر بلد بالعالم إذا صار فيه جريمي جنائي عادي واحد قتل بثاني بأربعة وشتي ساعة بتنكشف بالجرائم السياسية ما بتنكشف إذا وراها الرماني تطلعوا من سوريا الرماني إجا من سوريا الكاميون إجا من سوريا مين العلاقات مع سوريا أنا مواطن بقدر هرب بثان مليون دولار كبتاقون مين عبي يعمل مصنع كبتاقون بلك وصلين إلى سوريا عبر بلد آخر من إيران الرمان إيراني سوريا يا خيي هذا التقرير السعودي اللي جاي لو يزال فيه تقرير لكن معروف التقرير وأنا ما بدي أحكي فيها بالمثال أنه وزارة الخارجية شو بقول التقرير؟ سوريا إيراني حزب اللهوي والمعلم والمعمل بالضاحي الكبتاقون كتابت هل بس أنا اللي عم قوله؟ هيدا كلام يا خيي اليوم معروفة مين وراها؟ يقول وأنا بهني معي للوزيرة إذا هي بنتحمل حزب الله هالمسئولية أنا أناشط حزب الله لعني مواطن فيني ناجده وبتمنى ما بقى ياخد لبنان واللبنانية رهيني بمفاوضات أكليمية عم بتصير حساب لبنان ما يعطي زرع لإسرائيل مبارح انطيب طيارة مسررة هيدا مسيرة سمحة خليني تصوم على بعض أنا ما عم بحمل حزب الله أو يخبني حرب مع إسرائيل خليني أسمع مطلق جهة مطلق جهة تتبين أنه متورطة مخلوط تحملها لأنه الموضوع كبير هلأ في تقرير من السعودية طلي عن تقرير هيدا التقرير نحنا بعد ما شفناه نحنا ما شفناه نحنا ما شفناه نحنا بيقول أن نزارة الخارجية تسلمته ما بعرف أديش دقيقة يعني هذه المواطيات هك بيقول يعني ما في شيء نحنا ما شفنا شيء بعد نحنا بعد ما شفناه تطلعوا على هذا التقرير عمقول أنا مين ما كانت الجهة تكون إذا كنا فعلا فعلا بدنا مصلحتنا بهالوقت اليوم مين ما كانت الجهة تكون ليس متحملها في خطأ كبير صار نحنا بنعرف أنه بالأساس وضعنا متوتر مع محيط صح جينا زدناها زينا زدنا طين بلد بس مين ما كانت الجهة تكون بفروض تحملها بس بدي وقايع بدي مستندات ما فيني كمان على الهواء وعلى النواية ومشك يعني كأنه واحد عم بكي صعبة وي أعطوني وقايع مستندات ونحكي بانتظار التقرير ما بعرف لحكي عنه الأستاذ إليه أو إذا كان عنده فعلا وزارة الخارجية أي شيء بهالإطار بدي إده إلى موضوع الدعم معيك لأنه هذا موضوع مهم ولكل ناطر اليوم في معلومات يقال أنه نقلت مراجع عن حاكم مصرف لبنان تصميمه على وقف الدعم بعد نهاية أيار المقبل وأنه هالأرار نهائي أنت عم بتتابعوا أنت عم بتكونوا موجودين بالاجتماعات بالسراي هل هذا الكلام دقيق الدعم رح يوقف مع نهاية أيار وماذا عن البطاقة التمولية تأمن هالخمسمائة مليون دولار اللي نوعد فيها ما بعرف رئيس حكومة تصريف العمال من قطر ما بعرف هلأ هو رئيس حاكم مصرف لبنان معلوماتي عنده صدر صلاحية وقت الدعم وقت البديو وقت الدعم بس نحنا بالمقابل اللي عم نشتغل على ترشيد الدعم وخصوصا على البطاقة التمولية مثل ما قلنا سعى رئيس الحكومة بقتر اللي هلأ ما فيه بعد جواب واضح بس اللي عم يسعى لقله بالسرايا أنه من هون لعشر تيين بمبعث المشروع البطاقة التمولية لفخمت الرئيس اليوم دي ويحول بعدين على مجلس النواب لإقرار البطاقة التمولية لأنه يستحيل أنه نقدر نعمل بطاقة الترشيد الدعم بدون بطاقة التمولية بطاقة التمولية مثل ما عم بنحكها وبعد الأرقام ستطال حوالة 750 ألف عائلة وبالطاقة أكثر من الترباء حوالة 75% إذا اعتبرنا أنه متوسط العائلة 4.2 يعني تقريبا حوالة 75% من المجتمع المبناني وهذا شيء منتاز وهون بيصير خامش الخطأ قليل وهذا المبلغ يجب أن ينحك بس يتفق عليه يجب أن يأتي فوق المطبول العادي لتبع العائلة ممكن يريح من مكاننا هذه العشرة أيام يعني ستتقدموا لمجلس النواب هذه العشرة أيام مطولة يوقع على رئيس الجمهورية وتتحول إلى مجلس النواب الآن في حال أقررت هون بدنا نشوف التموين مين بدوا يمول هذه البطاقة إذا قطر تكرمت علينا بيكون عال وإذا لا بدنا نرجع إلى مطار نرجع إلى مصر في لبنان مصر في لبنان يمكن بدوا يمول بس في نفس الوقت بيكون عم يوفر بقصة الدعم يعني بتصير باراليل بين هون وهون لا نشوف أديش فيه تجاوب يا معاليكي بلا ما نروح على وقف الدعم لما نوقف تهريب الوايد المدعومة إلى سوريا يا إستاذ أليم هيدا موضوع التهريب هيدا موضوع كتير كبير هلأ بفوت أنا ويكني أش فيه بس خليني بموضوع رياض سالمي يعني ما عندكم جوا من حاكم المركزة إذا قالها الكلام فعلا أنه فيه وقف دعم نهاية عيار صح؟ لا هو برسمي ما في شي برسمي اللي فيه أنه عنده ما تبر حاله أنه هو مبتداء من آخر عيار في بدلش يدق بالاحتياط ما بدل يسل فيه نحن من هون لوقتها نحن رح يكون فيه عندنا تطورات ومفروض نطرح بالمجلس نواب بس عم تقل لك المعادلة الأساسية بعدها تمويل البطاعة من سيموّل من هين من نجيب البطاعة إذا ما تأمن من قطر ما حييتكم إذا ما تأمن من قطر إذا ما تأمن عنا مضطرين نرجع نرجع لمصرف لبنان ومضطرين بس هون بيكون ترشد بشكل وتوجهت هالأموال تبلي يعني صارت تستهدف الناس اللي فعلاً هي بحاجة وحتى أكتر أنا عم بحكي بسبعمية وخمسين ألف عيلة يعني تقريباً أكتر من ثلاثة البيع المجتمع المدني بس من هلأ لوقتها معاليكة عم بقولولكن أنه من هلأ لوقتها تنقر ويتأمن التمويل بيكون الدولار شاط وإذا رفع الدعم كلياً خلاص بيكون بيحل الدولار شو عاد نفعل بطاقة التمويل؟ لا 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 لن نصل إلى درجة يبقى عن الدعم كلياً قبل ما نأمن بطاقة تمويلية وإلا نحن على قويب أزمي اجتماعية مرتفع يعني لا أكيد لا مشان هيك لأمور لا رجعت انحطت على السكة يعني بالتدرج بالتدرج بده يقره بكل الأحوال بده يقره مجلس النوية بالبطاقة التمويلية شئنا ما أبينا كان الجدل إنه إذا بيقره على أساس إطراح قانون مقدم عنده أو على أساس مشروع مشروع قانون الحكومي رح يرجع يندبعاته مشروع قانون الحكومي على سبيل قرار استثنائي بان رئيس الحكومي ورئيسه جمهورية هون بس ونوصل على المجلس النوية بده يصير بإقرار لهالبطاقة ليش رئيس الحكومي يحكي عن حكومة تصريف الأعمال عن إمكان تمويل قطار إذا ما عنده شيء ملموس بعد لا مش ما عنده شيء ملموس مراحة وعمل جولت وكل ما ينظر شو عم بيأخر هالشي؟ تكرار المجلس العلقات من الدول منا بين الليلة وضفاها يعني احنا منتأمل ان اتضلل أقول شيء مثل ما اتفقوا علي بقتل بس هلأ بالأخير بيقع بيصير عم بيقول ضيفة بده قرار مجلس التعامل الخليجي الخليجي مش بس من اليوم بعد ما اجل قرار الضوء الأخضر انه الدول تدعم لبنان بس ما عليك انا بدي سأل سؤال احد القياديين بحزب الله اتحفنا على التليفزيون هو مواطن لبناني انه التهريب على سوريا جزء من المقاومة هل تحركت احدى الاجهزة القضائية لاتخاذ اجراءات بحق قيادي بحزب الله يعترف امام الملأ انه هذا جزء من المقاومة تهريب مواد وتجويع الشعب اللبناني الاقتصاص من الشعب اللبناني محروف طلع على الاعلام انا مش حافظ اسمه بس ده اللي يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي كلامه بالصوت وبالصورة يدعو الى دعم التهريب لانه جزء من مقاومة حزب الله لدعم الشعب السوري على حساب مين الشعب اللبناني بس بالامل استاذيلي ما كان عم يقتصاص للموضعين للمفتربين لللبنانين اللي حبوا هالبلد وتجويع الشعب بديواقفوا ببطاقة تموينية اللبناني غالية تموينية تموينية في فرق تموينية تموينية يعني دفع مصاري دفع مصاري بشكل كارت 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 هيدا مظبوط انا انا مظبوط القيادي بحزب الله انه حكي هيك اكيد ممتلوب كان من الاجهزة الامنية بس انه بالاخير الاخير انا بالاخير انا وفزيرت المهجرين يعني ما رح انا اتحرك لا طبعا لا ما عليك انا ما عليك لا ما عليك لا بالعكس هي صوتها مثل صوتي وصوتي مثل صوتها انا بشكلها انت اي مواطن لبناني بيقدر يقدر يقدم هيدا اعتراض على سبيل التقبار يعني منا هالأذب امور كبيرة ما في اي مواطن يروح يتفضل يروح شهيدا 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 لا 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 هذا كما كبير يعني لم يسكت شهداء في لبنان ليش كبير ليش بس نصل على هذا الموضوع انا مش عبكي عن حزب الله انا مش عبكي عن حزب الله بس انه الامور انه ما في بعد اتمام او ما في شي بيثبت هناك قطلة وشهداء عم تصقط وصقطت مؤخرا بموضوع البور ونترات الامنيوم الي هي اهم واخطر من موضوع الرمان على السعودية مع المخدرات إذا معالي الوزيرة أنا الذي أحترم وأجل موقفها وبشكرها لأنه هي فعلا صوت المواطن اللبناني عم تقوله اليوم ماذا حدث قضائيا بموضوع تفجير نترات الأمينيوم على البور؟ قضائيا وتحقيقيا لوعدنا في فقامة الرئيس أنه بخمستين بيكون نعرف كيف صار لحزة لحزة مش الخمسة أيام بتكون والله هذه التحول إلى القضاء العدلة مجلس عدلة هذه بالوقت خليني مش خمسة أيام تحقيق إدارة ليس ضحة قضاء 징ومة لا بتعمل تحقيق قضاء إدارة ليس إلا ومن بعدها الخمسة أيام صرت في استيقالة على كل حال الآن بالنسبة للبور، الآن الملف بين إيدين محقق عدلين نحن نفترمه ناطرين قراراتو اللي هو القادي بيتار نتمنى إنه بأسر عوقت يمكن كان فيه قبل وقادي رجعت نحها وإجا قادي تاني خلينا متأمنين فيه، خلينا ندعمه، خلينا وراها مع إنه أنا بقل له منها منها المنبر إنه لو سمحت قديش فيك تسريع، لا تشفي غليل المواطنين بيكون أفضل وخلي يكون عنده الجرأة، وكل المواطن البناني رح يكون واقف حده ما يخاف، يقول له أمور مثل ما هي نحنا كلنا سقا فيه وبيحكمته وبيقدرته على جلائق الحقيقة نحنا أستاذ بدي أقول لك بالأخير نحنا دولي بشو ما كان ممكن هلأ نحنا بحصر تعبين وكل ما يلزم بس بالأخير بنشغل على الوسائق وعالأرقام وعالحقائق الوسائق والأرقام والحقائق في إتجار البور نحنا بعدنا بانتظاره وإن شاء الله بأقرب وقت كلنا بنسندول لقائز بيطار على أمر تنجح الحقيقة؟ بس بدي أرجع أكد على موضوع أنه الحكومة مني عم داخل عن الحكومة الحكومة أخذ قرارات سباقة إنما للأسف عالتطبيق عم نرجع نعلق بحسابات X و Y و Z وهيدي الحسابات عم تفوتنا بالحيطان وعم تفوتنا لورا اللي بده يساعدنا هو بده يدوع أقرارات الحكومة ويساعد بتنفيذها لها الأقرارات من الفرنسي كوديد لا هلأ قصة السكانر لا قصة الخطة المالية هلأ راح يكون خيارية أرقامة؟ إن شاء الله الحكومة لشيدة ما عليك بدأ يختم معك بملف واحد وهو يعني كمان كنت عم بحكي فيه مع ضيفي تطقيق الجنائي وما يحصل مع القادي غادعون كان عم بيقول أنه وكأنه هناك استهداف لشريحة معينة لمكتف عم يستهدفوا مكتف الأستاذ مكتف في استهداف لرياض سلامة بالوقت يالي الأطراف الثانين ولا ملف فتح لطرف تاني في القضاء اللبناني خليه يكون التطقيق الجنائي على الكل بدي أسمع رأيك مع ليلة أنت دعمي أولى لموضوع التطقيق واللي عم بيصير مع القادي غادعون التطقيق الجنائي هو أصلا أصلا أتخذ القرار للكل من مصرف لبنان وكيف يزرع في المؤسسات مفروض هي بس للأسف لحد هلأ المفران هيئة بعدما مضى بالنسبة لي عم تعمل رئيس غادعون بغنى عن الأخطاء بالشكل وكل ما رفق الموضوع بس بالمضمون كلنا منتبئين معا لأنه بالأخير نحن كلنا مش قادرينوصل لمصرياتنا حسنت خلق راحت على المكتف ما راحت عند غيره أوكي إذا في حدا تاني بالطرف المؤابل عنده ملف مش ملف كمان حيوي هالقادي تفضل يفتحوا مين عم بيقوله ما يفتحوا يعني مين عم بيقول بس بدنا نفتح مالية المصارف ومالية المكتف ومالية حاكم مصر في لبنان الفساد رارب بكل الدولة بكل مفصلة كل جهة قضائية للأسف عم نحكي هيك بس إذا هاي الواقع يعني إذا عم نسمع أنك جهة سياسية هون جهة سياسية هون ما فيه وضات للكل خلي كل الوضات يفتحوا الملفات بدل ما سكر ملف أنا وطمش على أساس أنه الملفات يفتح كلها لا لا افتحها كلها صح ولا لا بعدين رئيس غادع مش عم تجيب ملفات لإله شخصية رئيس غادع عم بتدق بموضوع حيوي بيضال كل الناس عم قولت أنا بالشكل ما بعرف يمكن في خطأ بالشكل بمكان ما بس بالمضمون مين قادر يوصل لمصرياته مين قادر يعيش مثل الناس مين قادر يحول مصاري لأولاده صح؟ هلأ فتح الملف من فتح غيره وخليه يفتح غيره شو بيمنع فيه شي مجايل في لبنان مش دارك في الفساد ما قادر افتح ملف ما بتعتبر القادية غادعون عم تتخطأ القانون متل ما عم بيقولولك أطراف هلأ مش عم تتخطأ بالقانون يمكن فيه أخطاء بالشكل كمان أنا عم بديكت بالمواد الأنونية لأنه هي غادعون كمان عندها وشي تنظرها وقدمت أهلوكا شكوى يعني فيه جدل قانوني على الموضوع إذا كانت مخطأ أو لا مش مخطأ حتى بالشكل بس نحنا هلأ عم نحكي بالمضمون بشعب اللبناني كله موجوع مش ميلة وحدة وإذا كنا عم نتهم إنه عم نفتح جهة ونسكر جهة خلينا نفتح كل جهة خليها تنشي للآخر خليها تنشي للآخر خليها تنشي للآخر أنا بشكريك على هذه المضايخة على رديك وعلى استماعك يعني دائم شكرا غدا شكرا وأنا بدي أشكرها على ساعة صدرة أنا دايما بقلها من أجراء وزارة وهذا الكلام نحنا موافقين عليك تفتح كل الملفات وإلا يقوم كل إن شاء الله خير لإلنا كلنا عملها خللنا ياك معالك شكرا معالك فاصل ونواصل هذه الحلقة من حوار اليوم عودة لي حوار اليوم مع رئيس هيئة تلمية للعلاقات اللبنانية الخليجية أستاذ إلي رزي عم بتفجر أصص اليوم يعني بس هادي لنكون دقيقين نقلا عن لسانك قلت تقرير سعودة وصل لوزارة الخارجية يتهم سوريا وحزب الله لا مش يتهم شو؟ يمنين عم تطلع البضاعة البضاعة جاية وآية للبيانة السعودية مرت عبر الحدود اللبنانية واجت من المرافق اللبنانية آية للبيانة السعودية آية لبكل وضاحة أنه وضوح أنه الرمان مش لبناني وآية الخصة في الحزبية لبنان جاي من سوريا نعم آية الخصة حزب الله آية لأنه رايح من هون وفايت على الضاحية على مناطق مين بيسيطر علي على الضاحية أنا وإنت عم حدد الجغرافية منين طلعت البضاعة آية أكيد هيدا تقرير بالوقع عنين صار فيه موقفين لأنه كمان ما فيه سعوديين هيدا تقرير الأمن السعودي هيدا الجمارك إدارة الجمارك كيف طلعت البضاعة ومنين يجيت ومنين الشركات والوهمية أصبح مع وزير الشرك أنا لم أطلع على التقرير بس صار بوزارة الخارجية ومراسلة رسمية بين الدولتين بس وضحيت وإنه جاي الرمان سوريا مش لبناني لأننا كنا كنا عم نقول ما عنا رمان هلأ البعض عم يقول أنه فايت من سوريا عبر من تركيا لسوريا ومن بعد عم يقول ما بعد بس الرمان مش لبناني وعارفي السعودية أنه جاي من سوريا وإني عم بيقوله شيء سوريا شيء إيراني ما تكت أنا من الخبرية بس سوريا إيراني وفايت على الضحية مع باي الكبتاجون وطلع على البور لا معنا رمان في لبنان ما نحن كل الأول أول ردة فقل كلنا مواطنين لبنانيين ومزارعين أو صناعيين أو رجال أعمال معنا رمان في لبنان ما بحياتنا نصدر رمان نحن أبتقليلي بقلب ليمونة الحامض أو التفاح بقول إيه أو عنا بقول إيه بس رمان معنا رمان لا الرمان جاي من سوريا أين ذاهب العلاقات اللبنانية الخليجية؟ بأسوأ حالتها قداش حوالنا قبل 17-20 لأبو ضبي ورفعنا الحظر الإماراتي ورفعنا ورفعنا ليش بأسوأ حالتها؟ للأسف في لبنان ما حدا عم يشتغل استراتيجي شو يعني تشتغل استراتيجي بما يحدث الآن من تطورات؟ غير أن مواجهة كورونا وتدعيات كورونا والاقتصاد بالسياسي دخول العامل الإسرائيلي العدو الإسرائيلي على خط التطبيق لعلاقات الإسرائيلية الخليجية شو بتعني هالا لبنان؟ مزيد من دقطات إسرائيل يا ست جوال شاركت بأكبر جناح بمعرض الجلف فول اللي كان دائما لبنان هو المميز بهالمعرض بمنتجاته الزيزائية والزراعية والصناعية بأكبر جناح لمنتجاتها الزراعية بالإمارات أنا من وقتها قلت الله يسطر هالخطوة والإسرائيلي محل ما بيدخل بيحط بنصب عينيه كيفية إخراج اللبناني والمنافسة اللبنانية من الأسوأ اللي هو بيفوت فيها بالألفان وثماني ما نالك سرقلنا الحمص هلأ عم بسرقلنا منتجاتنا الزراعية يعني هو بده يعمل كل جهده أن تسوق العلاقات بين لبنان والخليج ليقدر هو يفوت بمنتجاته لأنه بالتطبيع السعودي بيحب المنتج الزراعي اللبناني يعني تبعي إذا السعودية منعت الخضرة والفواكة اللبنانية فوت على السعودية السعودية حيديد لأنه بيحبها بيطلبها ومطلوبة وتتاكل نحن فوق 575 مليون دولار حجم صادراتنا دخول العامل الإسرائيلي تحويل الاستثمارات الإماراتية إلى إسرائيل واليوم عم نسمع هناك شركة إماراتية نحن شفناها بأبو ضبي وحجم صادراتنا أنه هي إلى مصلحة تساهم بعمليات التنقيم عن النفط والغاز اليوم فيتي عم تستثمر مع إسرائيل بالبروك اللي هي عم تحفر فيه اللي هو على الحدود اللي هل هي خلاف الاستثمارات العلاقات التجارية السياحية اللي هي اليوم انتعشد بين تل أبيبو والإمارات بشكل لم يعد مسبوك هذه كلها العوامل التنافسية بتخرج اللبناني تلقائيا من معادلة التبوء بعد بالتجارات الدكتور علوش مبارح باتصال معي سأل إذا كان قرار فريق رئيس الجمهورية يتوافق مع القرار السعودي هلأ بهذا القرار اللي أخده بموضوع المنتجات الزراعية والهدف منه للتوافق بين قرار فريق رئيس الجمهورية والقرار السعودي أنه إزاحة الرئيس سعد الحريري وسأل هل هو هذا المطلوب تعتبر فيه توافق على إزاحة سعد الحريري من المعادلة أبدا لم يعد يعني المملكة العربية السعودية الرئيس سعد الحريري لا السعودية بتزيحه لا تركيا ولا أمريكا ولا إيران اللي بيزيحه هو مجلس النواب أو رئيس الجمهورية أو القوانين بدأ يريوم السعودية للحريري لم تعد تتدخل بالأسماء للمملكة العربية السعودية ولا أي دولة عمرو ما بقى عندها ما بقى فيه الله يرحم رفيق الحريري والملك فهد والله يرحم رفيق الحريري ونرحم الملك عبد الله ما بقى فيه تغيرت السعودية اليوم بالنسبة للمملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان هناك طريق التعاطي مقتلفي ومباريح شوف نعم لسمون الأمير محمد بن سلمان على العربية كيف عم بيحكي بها يا لغة عم بيحكي باللغة ما لم نسمعها من قبل من كل من 50 سنة ما بحياتها حد أسمع ولي عهد سعودي عم بيحكي أرقام ورؤية 2030 واقتصاد ونمو اقتصادي وداش النسبة البطالة وداش عم بيخفف من السكان بالوقائع والأرقام والتحليلات اللي سمعناها مبارع هذي منهم عودوا لها من الوطن السعودي والغربي ليش هزيارات كلها للسفير السعودة إلى قيادات لبنانية وليد جومبلات وأيضا دكتور جعجع وعم يجتمع مع مختلف القيادات شو بيشتغل السفير إذا ما هو دانا عبيتطلع لأنه بده يطلع على شو الأجواء لا يعمل شغلويا يقول التقارير السفير دايما وجباته يزور القيادات ويطلع تقارير المملكة العربية السعودية اليوم طول ما هي بدأ إذا فيه حرية وسيادة واستقلال بلبنان وحكومي كادرة لحتى يقدر تتحمل التحديات اللي عم تصير حولها بإطار معليش كنت عم تحكي على قصة أنه الرئيس الدياب رح يطلب غظيفة هذا اللي اسمعني بالأعلام بالأخبار اليوم هلأ قبل شوي صدر على المكتب الأعلام نفي تناولت أحد الصحف زيارة دولة الرئيس الدياب إلى دولة قطر وذلك في محاولة للإساءة إلى مضمور نتائج المباحثات وفي مقدمهم سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد ألساني بشأن مساعدة لبنان في هذه الظروف يهم المكتب الأعلامي أن يؤكد بأن ما ذكرته الصحيفة أسخف من أن يستحق الرد أنت كنت عم بتهاجمه أنا كنت عم بتهاجم أنا عم بتهاجم أسلوبه بالبيان أنا ما قالي عليه شو رح يعمل بكطر أنا عم بتقول شو نعل عن الإعلام أنا قالي عليه شو سمعت منه لما خرج من اجتماع مجلس على الدفاع مش بس أنا مرضاني مرضى اللبنانية وأنا عم بقول لك مين هو اللي لازم يرضيه المملكة العربية السعودية لم تكن راضية وعن الثاني وأنا عاية ما أكون وانا واكد لم تكن راضية أوكي هذا نقلا عن أجوائك معلومات ومش تحليل سميرة صفير يعني كتير عم ينسأل عنه عن مصيره البعض تحدث عن اعتقال علما أنه بعض المعطيات ما بعرف إذا صحيحة بتقول أنه هو موقوف وليس معتقل إلى حين انتهاء التحقيقات شو القصة؟ شو عندك جو؟ شو صار؟ لأنه كله بعد وما في شي رسمي يعني لكن بدنا نميز بالعليقات مع المملكة العربية السعودية بين الشقة الاقتصادي والمصالح الاقتصادية بين البلدين والشقة الجزائية ومخالفة الكوانين المريات الإجراء في المملكة العربية السعودية نحن جيلي كبيري بالمملكة بس أنا أستطيع أن أؤكد لك أنه الفنان الأستاذ سامير صفير معروف بمواقفه العدائية للمملكة منذ زمن مش جديد ما عمل بالعكس بالآخر ما عاد عمل ولا أي مواقف ضد السعودية ورغم ذلك ذهب إلى المملكة العربية السعودية منذ أشهر صلوا شهور عنيك وأخذ الطعم وقعد بين أهله وحبيبه لأن السعودية ما بتأخذ بحدا ضد بس أنه عمل مواقف في السعودية ضده أو شيء إلا إذا خالف كوانينها نحن يا ست جوال بس أنا لأقول لك أي إنسان بيزور المملكة أو بدي يعمل إقامة بالمملكة بيمضوه من تحت على شيء وحيد لهو أنا ما عم بقول هذا أتهاب بس أنا عم بقول على شو منمضي المخدرات عقوبتها الإعدام تجارة ولا تعاطي ولا ولا عقوبتها شو الإعدام سواء نحن بالسعودية وفي اليوم في عنا سعادة السفير أكيد عم بيعمل كل وجباته فوز الجبارة طبعا ومشهود لألوب الجهود الجبارة اللي عم بيعملها لترتيب دايما تكون تدعيم العلاقات لبنانية سعودية هو اللي مولج هذا الملف وفيه أجهزة مختصة بوزاة الخارجية شغلتها تعمل هالملف بقى لا تتأكد إنه شو اللي صار بس أنا لست مطلعا أبدا ولم أتدخل أنا بقول أكيد إنه شي جرم جنائي مش سياسي مش سياسي لا 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 لأنه وصلوا سنة هونيك والطعام وعنش تبتبلغ لبنان رسميا يعني عبر السفير معه خبر لأنه أصدر بيان مبارح السفير وقال إنه هني عم بيتابقوا السفارة وبيتمنى على آله ما هدا يتدخل هذه صارت أجهزة يعني علاقات رسمية بين البلدان نحن ما ندخل فيه تبتربط شي بين السفارة وعندنا يعني ضمن نطاق صلاحيتنا فنين وممكن بالمملكة عم حالك انتلاقة من علاقاتك اللبناني السعودي ما بتدخل بهذه الموضوع أنا أتدخل بما يطال اللبنانيين من ظلامي إذا كانت دالهم مصالح بس منه اقتصادي أو رجل أعمال أو مش تابع للسكتور يعني اليوم أنا شغلت اقتصاد وهيئات اقتصادية وشغلتنا بالغرفة كهي تنمية علاقات هي أن لا يمس تلك العلاقات الاقتصادية اللبنانيين عم نحاول نفتحنهم أسوأ مش بس على سعودية على القريج صح بس أي لبناني يخالف القوانين المريات الإجراء بيطلع من نطاقنا هلأ إذا في خلاف تجاري تتدخل الغرفة لأنه غرفة بيروت وجبل لبنان موقع اتفاقية تحكيم مشتركة بين كل الغرفة بالبعض سأل أنه ليش تزامن توقيفه مع قصة الرمان الملغوط في شي يعني أكيد بدو يسأل منا مطلعين ولم نسأل بهالملف لأننا اللي مهتمين فيه اليوم هي مصلحة لبنان كمزارع وكصناعي وككطاعات انتاجية عم نشتغل بالمكر ومش لأشخاص هلأ بيقولولك أنه معقولة رئيس هي التنمية العلاقات اللبنانية الاقتصادية مش هم تسأل على إذا لبناني موقوف برده ايه أكيد لأنه إذا ما كان رجل أعمال أو كان يعتبر هيدا بعض بيقول أنه بركة كرامة يعني لبناني نحن نتدخل كغرفة تجارة بيروت لأنه الهيئة هي جزء من غرفة بيروت تجارة البنان والاتحاد لغرفة العياد عاكم حال ما في بعد لمعلومات بس لحقلك شو عم بسألتنا لا هي في معلومات في معطيات بس منا معي نحن بشو منتدخل صار خلاف بين مطعم راح فرانشيز على السعودية ايه دخلنا صار في خلاف بين حدا لبناني عامل شراكة مع السعودية بده منه مصاري في خلاف مالي منتدخل عرفت كيف ما منهرب من هذه الوقاعة بس أي جرم جزائي أو جنائي نحن ما قلنا علاقة فيه وخاصة اللي مرتكب هالجرم منه رجل أعمال أو منه هيئات اقتصادية أو قطاعات منتجة أنا ما قلنا علاقة بالفنانين عرفت فيه فيه إله نغابي فيه إله كذا مع احترامنا للكل أكيد فيه معلومات وفيه معطيات وفيه مسببات وفيه أسباب وما كان عن عباس بس أنا مني مطلع على المعطيات يسأل فيها سعادة السفين خلينا ننطر يعني كيف كيف حيبين تبين الأمور بهذه القضية في صحفية سكارلة حداد اللي برجه لتحية يبدو عم بتحضر وتسأل يعني أنه هل اليوم موقع أو رأي دول الخليج هو لأنه هناك علاقة جديدة اللي كنت عم تحكي عنا مع إسرائيل وموضوع التطبيع وبالتالي ما عاد يهمون موضوع من أنهن بقى بحاجة للبنان وبدون أن يلبوا رغبات إسرائيل أو يعطوها يعني الأوراق لإسرائيل هل ما يحصل اليوم هو هذه هي نتيجة سببه أبل ما أقول لا الدنيا اليوم حاجة ما بقى حدا يحب حدا لأنه بس في وجدينيات وشعر حاجة لألك لا لا عامل المنافسة الذي أخرج اللبناني من دولة الإمارات العربية المتحدة في تمانينات لما كان اللبناني يتوببوأ بدبي ستجوال قبلك طبعا هيا مش عقيمك أنت تو يونج فور دات في تمانينات كان اللبناني الرائد في الفنادق الرائد في الدعاية والإعلان بالمنطقة الشهر الأوسط من أخرج اللبناني من هذا عامل المنافسة لما دخل البريطاني والأوروبي بقوة والهندي والباكستاني اليوم دخول الإسرائيلي أكيد وإذا اليوم الخليج له مصلحة مع إسرائيل على حساب لبنان أكيد لأنه هذا جيل جديد ما بيعرف لبنان سمو الأمير محمد بن سلمان لم تطأ قدمه لبنان بحياته كان ربيان بمصر نحن الجيل اللي يعاش بلبنان وبرمانا وجبلنا والودي الأخضر بطراب وجبلنا لم يعد هو مزق القرار في السعودية أو بالخليج حتى بدول مجلس تعاون الخليجي إذا اليوم لبنان ما بقى منه حاجة لدول الخليج أكيد وأكيد وأكيد سوف تذهب مع إسرائيل وأسرائيل حتفوت وحطلعنا برا ونحن قاعدين جدل بيزنطي بي أقوى من بيك إليلا للست سكان لتحدد اللي أنا بحترمها وبجل رأيها بلما نختلف خاصة نحن إذا حطينا قوات وعون وعون قوات يعني شبعنا وسائمنا من تلك الخلافات بوقت لبنان كله ككيان يتهدد يتهدده التحديات شوف يا ست جوال مش كل تغيير أو كل ثورة بيكون دائما إلى الأحسن أو إلى الأفضل لأنه أوقات تجي التغيير والثورة على حساب تقاليد وأسليب عيش وحياة لا تشبه بشيء تقاليدنا وأسلوب عيشنا أنا أخشى ما أخشى لبنان جبران خليل جبران لبنان اللي بيصدر ثقافة وحضرات وفن وأبداع وأبتكارات وموضة لبنان يصير عم بيصدر مخدرات وإرهاب ومقاتلين بسوريا وباليمن حفاظا ومصلحة تاراكمية وصار سيت اللبناني بالخليج لأنه اليوم استطيع أن أؤكد لك كل لبناني مكيم بالسعودي ودول مجلس تعاون تعرفي عن شو عم بدافع عن سمعته كلبناني واليوم اللبناني والانتشار هني كانوا سفراءنا بالخارج وعملوا أحلى ناجحات نفتخر باللبناني اللي تبوأوا رئاسات جمهورية وأعلى المراكز بالشركات وبالكطاعات وبالفرانشايز نحن الأوائل بالفرانشايز بالعالم العربي وبالخليج وعم ندربهم ونعلمهم الفرانشايز وعم ندربهم ونعلمهم المطبخ اللبناني بده يصير سيتي أنا كيبتاجون ورماني إذا تشكلت هالحكومة سلم جدل إذا تشكلت الحكومة لن تتشكل شو لن تتشكل شو اليوم شو اليوم شو ذاك اليوم كل هالتشكل لن تتشكل لأي متى في حلة يدخلي بدنا نقعد كلنا سوى مع بعض نقول بح إيران بح سعودية بح أمريكا بح تركيا بح إسرائيل بح روسية بح مرم طانس مر عبداء مر شاربيل مرحبا يا مصلحة لبنان واللبناني بتتشكل الحكومة أو بانتظار ما ستسفر عليه المفاوضات الإيرانية الأمريكية الإيرانية السعودية والتي حتى الآن ها أصعب مرحلة بالمفاوضات اللي بتقوى فيها المعارك على الأرض شو فيه باليمن تقوى شو فيه باللبنان بسوريا بالعراق تفجيرات قصة أبنية السعودية مبادرة السلام باليمن بس مبارح قويني المعارك راجع الجيش اليمنين ويأخذ مواقع أنا أفاوت بالسلام بس على الأرض فيه تغطاة تتوقع أنه ما يكون في حكومة ما بعد نهاية عهد العماد من شلعون رئيس إذا استمرت المفاوضات لهديك أو إذا لم يدعو فقامت رئيس من شلعون إلى لقاء وطني جامع للكل ولكل يحط الارتباطات الإقليمية ما دعوا للقاء اقتصادي ما حد تطلع لمعالج الأزمة ما أنت شفت كيف المقاطعة حتى السياسية أي عم في حدا جهة اقتصادية ما عطت اقتراح للحلول وهلا الهيات الاقتصادية عطي اقتراحات ببنود أنه شو هي الإجراءات اللي بتقبل فيها السعودية على البور وقدم الرئيس الوزير محمد شهات لفخامة الرئيس والجهات المختصة هل حيم شوف المجلس الاقتصاد والاجتماعي كل هالوقت ما كان يعمل دراسات ويقدم فيه شهيات اقتصادية ما قدم الدراسات للحلول بدي منك جو الرئيس الحريري رح يبقي التكلف بجيبه برأيك لا من عط بعد موعد الصادية ما بعرف تعرف كل هالمعلومات وما بتعرف بتعرف ما بتكتو لا أنا ما باهتم بالمايكرو والتفاصيل والأشخاص هذا ما ما باهتم على صعيد مكرو حكومة لبنان بمصالح اللبنانيين مقيمين أو مختاربين بس مصالح اللبنانية أنت تشتل الحكومة بس مش بإيدنا نحنا ككتاعات بس أنت جوّك اليوم السعودي أنه بعد في فيتو على سعاد الحريق اليوم مش في فيتو على سعاد الحريق في فيتو على لبنان جوّي السعودي هناك فيتو على لبنان يعني لن تقبل بأن يرأس السعودي مش طائق اللبناني اليوم أو الإيادة السعودية مش طائقة اللبناني لا مش لأنه نحنا كمواطنين وكموكمين كرجال عمال كهيات اقتصادية عملنا شي غلط لأنه هناك بعض الجهاد اللي مصرر أنه تقولك أن أنا إيراني وأنا عم حارب باليمن والحوسي والولول على مدى سنين وهناك إثبتات ست جوال بكل دول خليج في شي دولة خليجية ما عندها إثبات أنه هناك لبنانيين عم يدربوا الحوسيين وعم يدربوا وعم يعملوا عمال تخريبية هون وهون طيب ست جوال أنا بدي أسألك سؤال كمواطن لبناني أنا رجعت من مسقط بعد سنة إن كنت قاعد هونيك عم نحاول نفتح أشغال مصالح للبناني وحمد الله دمنا بعد المصالح فتحنا أنا رجعت عبيروت على المطار أنا بتذكر آخر مرة كنت أدعي وأنه قامتا بدي أجي على المطار بطل شوف سورة حفظ الأسد أو بشار الأسد لتطالعني سورة آسم سليماني من هو آسم سليماني إيراني لو لبناني عراسي وعيني أنا تطالعني كل طريق المطار آسم سليماني أين هي السيادة يا سادة أين هي السيادة يا حزب الله المدافع عن مبنان بوجه إسرائيل بتحط لي آسم سليماني على طريق مطار وبدك السعودي يجي وبدك الخليجي يجي ويعطي لي مصاري فلنكن الأمور كما هي لأن الوضع لم يعد يحتمل يا سيد جوال نحطت صور وأسماء جادة يعني أسماء طبق وأسماء يا خي ترك لي طريق المطار كمان للسعودية وين طريق طريق عادي طريق بس قاسل سليماني متهم عالمياً من الإرهار يا خي الملك عبدالله جادة الملك عبدالله أنا لا أقول هون ولا أقول هون لا أنا مني ضد تسمية شارع باسم الخميني أو الخاميني يا خي قاسم سليماني متهم أنه إرهاب عالمي وتم أتله عن طريق الأمريكان حط لي سورة زعيم عالمي خي عبد الناصر عندي شارع يا عبد الناصر ما أعمل لك أنه ما تحط لي عن طريق المطار اللي هي خبرية حط الصور الذي يستقبل الذي يستقبل الذي يستقبل الذي يستقبل جميع دول العالم بحط صور إرهابية قوة العياد للأمريكان وبالهم أنا لبنان بدي أفضل العلاقات مع الدول وما أكل أحقوبات بس هلأ الدول بس أستاذ أريد دول نطر الصورة يعني إذا معنى شي لماذا كان هناك حظر إماراتي على نجي إلى لبنان ولماذا كان تمنع الخليجي أن يجي إلى لبنان لا تمنع الخليجي لا 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 بس لماذا كل هذه الممارسات والتراكمات أنا كلبناني استفزتني الصورة هلأ كمان في أطراف تنين بقولولك استفزتنا هيدا عملية الاحتفال اللي صار وجدت الطريقة اللي فتحت بأسم المملكة العربية السعودية كمان يعني مع أنت اللي عم تحكي في أطراف تنين عم بتمارز زيت الشي ولو عبر أمريك شو اسمت جده جدت مين جدت مين وين كانت بمطرح صغير على الكلاب على المارينة مش كانت على طريق مطار دولي أنا فلنطفق على شي فلنحيي طريق المطار وما نحط علي لا صورة الملك سلمان الله يطول بعمره ولا صورة الخامنة الله يطول بعمره ولا صورة حدا نخليلي طريق لبنان مطار لبنان كما عهدنا أيام الرئيس كميشة محون أنا ما كنت هلأ متحمل يكون منتكال الشرق وسويسرا الشرق هناك رؤساء جمهوريس الجوال تركوا بصمي بلبنان كميشة محون هملك لبنان سويسرا الشرق منتكال الشرق الله يرحمه فؤاد شارك بس يا أستاذ هلأ الظروف اللي كانت بوقت معلش منا مثل هلأ هيدا الظروف لا ما كانت أصحب هيدا الظروف هيدا الظروف خناق أنت اليوم عم تحكي بتضييق داخلي قبل الخارج يعني ما أنت بتعرف هذا شي كتير منيح مشان هيك ما حبي بسمعه منك لا عم لك تضييق داخلي ومقاطعات وكل شيء يجرب الرئيس عون يعملوا بيؤفوا كلهم بيوجه يعني هيدا اللي عم جرب بقوله أنا مش بسمك ألم يكن أقوى فقامة رئيس ميشيل عون ألم يكن أقوى عندما كان بالرابي ولو كان أنت تعرف كل حدا في موقع المعارضة أنا بتذكر بالخلف الرباعي خلينا نتذكر وقع بس حزن عندما عاد فقامة رئيس أنه كل كل شخصية تكون في موقع المعارضة تلقائيا هي قوية وكل شخص تصل إلى السلطة لا لا مش ضروري لأنه في ناس توصل على السلطة وبتنفذ برنامج المعارض بديسارك سؤال فقامة رئيس ميشيل عون عندما عاد من المنفى بالألفان وخمسة ولم يشارك بالتحالف مع القوى الآن زاك بالحلف الرباعي بالانتخابات مين ربح أكتر شيء بالانتخابات ما كان ملفتا هذا الانتصار الساحق تسونامي لأنه نزح حاله عن الإرهام والفساد بس عندما أنا أتحالف لماذا أنت اليوم لحظة بس عم تتهم اليوم لماذا أنت عندك أي شيء أنه رئيس الجمهورية يفتكر هو الوحيد بهذه الدولة اللبنانية ما في عليه ملف فساد لا لا ما أحكي عنه أنا أقول التحالف ما أقول هو فيه بلبنان قوة تحالف بين الفساد والإرهام بين لبنان فيه كواتين فساد والإرهام إجاني شخص منكز إسمه الطيار للوطن الحر طيار الإصلاح والتغيير بده يغير هالمعادلة وبنى شعبيته مش هلعون من وقت ما أجه من 88 عشو بنى شعبيته على شعار الجيش هو الحل وبدأ يدم الميليشيات وما بدي ميليشيات وبدأ المرافق الشرعية صح وبدأ يتحرب وصار أقوى زعيم من لم يمر عليه لبنان من كل العائلات صح صار أقوى زعيم يعني بالتاريخ ما أجه علىها أساس أنه هو ضد كل هالمنظومة بجي أنا بحالة ضع منظومة بس عيدة التحالف حمى لبنان يا أستاذ إلي حمى لبنان هل أنت عم بتحمل حزب الله قصص يعني اللي بفتكر المشاكل أكبر من هيك قصة صورة وافتتاح حتى جادة الملك بن سلمان يعني هاي أنا اللي بقول هذا التحالف أفقد أفقد بالعماد نشيل عون مصدقيته بالشعارات اللي اترحها واللي خلته يكون أقوى رئيسة موري أنا كنت أتمنى مئة مرة يدل بالرابية ويدل عم بيأوس على كل هالشواز اللي عم هو يفوق وعم بيأوس لا بس فرئيسة موري مثل ما ألت صار موقفه ضيف لما ألت مش موقف صلاحيته صلاحيته موقفه ما عندي فكرة بس اليوم الرئيس الأوي بيكون قوي ومما كان متل ما كان قوي بالرابية وما كان عنده صلاحيات بكتقليلي هلأ بلأ صلاحيات كان أول منه جزء من الصلاحيات مكان عنده صلاحيات مكان عنده صلاحيات راعب لبنان وراعب العالم مشان عم مع حزب الله هيدا الحلف بولولك هو حمل لبنان أكيد بيبرده بشي طريقة أنا بالنسبة لأ بالعكس أول حزب الله وعطى حسان ترواضة لفات واستقوى وصار حزب الله اليوم هم هايما على لبنان عم تتهم الحزب حتى بصورة بالوقت يالي يبرده طبعا لأنه أنا ما بنسى منظر بالألفان وستة ست جوال كنت بالمملكة العربية السعودية بالألفان وستة أنا وعائلتي فتنا على أكبر مول حطين تلفزيونات بعدوان إسرائيلي على لبنان وكان كل الأنظار بالتلفزيونات بهذا المول متوجه صوب سمحت السيد حسن نصر الله وهو على الهوى عم يفرجينا كيف عم يضربوا جماعة حزب الله بارجي إسرائيلي شو هالمنظر لما ضرب البارجي كل المواطنين السعوديين على الأرض قالوا الله أكبر أنا ومرتي ولادة تأسرنا بهالمنظر أنه فعلا كان بطل العرب حسن نصر الله بمواجهته لإسرائيل بس عندما بدأ ينفذ بتنفيذ أجندة إيرانية للسيطرة والهيمنة وتطويع السياسة والأمن والاقتصاد في لبنان بالتنفيذ الأجندة الإيرانية يعني باللباس والعضاء والتقاليد واليوم بالأمن والسياسة والاقتصاد ضربنا المصارف وضربنا الدنيا شو بعد فيه من لبنان هو ضرب المصاريف يا خي ما شى الحال ما شى الحال ما شى الحال هذا الحل أنا كنت سبب بلديك والعقوبات وأنا سبب أنه إسرائيل تضربني وأنا سبب هلأ أنه المنفوضات الإيرانية الإسرائيلية الأمريكانية عم تيجي على حسابي وأنا الأضعف هلأ هو عنده وجهة نظرتين وبيتقند لك هن واحدة وحدة على كل حال بس بالنتائج ما عمل البحشين بالحكي نحن سنذهب إلى الكتس والجميع تدخل بشؤون أدواء الأخرى بدي أخطب معك إلي رزق رئيس هي التنمية العلاقات اللبنية الخليجية يعني فجرت وعليت الدوز كتير اليوم شكرا لألك على هذا الجوار شكرا للمشاهدين على الحسن المتابعة واللقاء شكرا للمشاهدة